السميع العليم يا عبد الله يا سيد علي بن السيد أحمد كن على العهد الذي فارقتنا عليه كن على العهد الذي فارقناك عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو ربك وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وهو نبيك وأن الخليفة من بعده بلا فصله علي بن أبي طالب وأبناه المعصومين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين يا عبد الله يا سيد علي عن السيد أحمد اعلم أنك في أول ساعة من ساعات الآخرة وفي آخر ساعة من ساعات الدنيا وبعد منصرفنا عنك سيأتيانك الملكان رسولين من عند ربك يمتحنانك ويسألانك عن ربك ودينك ونبيك وكتابك وأئمتك وقبلتك فلا تخف ولا تجزع وقل في جوابه ما بلسان منطلق غير منغليق الله الجليل جل وعلا ربي الإسلام ديني القرآن كتابي الكعب قبلتي الحوض شرابي الصراط مجازي محمد صلى الله عليه وآله نبي علي بن أبي طالب عليه السلام إمامي ووليي فاطمة الزهراء عليها السلام سيدتي ومولاتي الحسن بن علي الزكي عليه السلام إمامي ووليي الحسين الشهيد بكربلا عليه السلام إمامي ووليي علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام إمامي ووليي الباقر محمد بن علي عليه السلام إمامي ووليي الصادق جعفر بن محمد عليه السلام إمامي ووليي الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام إمامي ووليي الرضا علي بن موسى عليه السلام إمامي ووليي الجواب محمد بن علي عليه السلام إمامي وولي الهادي علي بن محمد عليه السلام إمامي وولي قي الحسن بن علي عليه السلام إمامي وولي الخلف الحجة القائم بالأمر صاحب العصر والزمان عليه السلام إمامي وولي هؤلاء أئمتي وسادتي وقابتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة ثم أعلم يا عبد الله يا سيد عزيز السيد أحمد أن الله جل وعلا نعم الرب وأن محمدا صلى الله عليه وآله نعم الرسول وأن الإسلام نعم الدين وأن القرآن نعم الكتاب وأن الكعب نعم القبلة وأن علي بن أبي طالب وأبناءه المعصومين صلوات ربي عليهم أجمعين نعم الأئمة وأن فاطمة عليها السلام صديقة طاهرة مطهرة معصومة وأن الموت حق الغسل حق والكفن حق القبر حق سؤال منكر ونكير في القبر حق البعث حق النشور حق الصراط حق الجنة حق النار حق الثواب حق العقاب حق ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله من أحوال النشأتين من عند الحق فهو حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور تلقى ليرحمك الله تذكر لا أنساك الله ثبتك الله بالقول الثابت لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السابع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرشين القظيم